لكن خلينا نتكلم على الحدث يمكن الأكبر دلوقتي والشكل الرائع اللي ظهر به طبعا حفل قرعة كاس العالم اليد ان شاء الله اللي هتقوم في يناير من 14 يناير ل31 يناير في مصر طبعا مبدئيا الكلام عن تنظيم أو التنظيم الجيد من جانب مصر أعتقد أنه هيبقى كلام في إطار التكرار والإعادة ليه بقى لأنه احنا نجحنا خلال السنوات الأخيرة في تقديم صورة أكثر من رائعة في أكثر من إفنت أو مناسبة وبالتالي الشكل اللي احنا شفناه برضو كان فيه لو يوم السابت يعني كان فيه توقع أن احنا هنعمل ده بشكل كويس إخراج كويس المكان طبعا عبقري ومش موجود في أي حتة فطبيعي أن أنت لما تعمل إفنت الخلفية بتاعته الأهرامات فأنت بتبقى تقريبا كسبت كده 70% أولا 70% من النجاح أن أنت عندك هذا المكان وبتقدر تستخدمه بشكل كويس طبعا إضافة لإهتمام الدولة بهذا الحضور اللجنة المنظمة نفسها أو اللجنة المسؤولة عن الأرعة والكلام ده فيها أكثر من عدد كبير من الوزراء وبالتالي ده بيسهل عملية التواصل وتوفير كافة الإمكانيات يعني تلاقي وزير السياحة موجودة تلاقي وزير الشباب والرياضة تلاقي رئيس الوزراء نفسه موجود يعني هو كده وبرضو تحت رعاية الرئيس فتاة السيسي طبعا أكيد فهي القصة كلها ماشية بقرار زي ما قلنا لو تفتكر في كاس الأمم الأفريقية ليه إحنا نجحنا في تنظيم كاس الأمم لأنه الدولة تحركت من أجل هذا الموضوع فحتى المشاكل اللي كانت عندك في الملاعب والمنشآت والكلام ده في زمن قياسي في زمن قياسي أربع شهور أو ثلاث شهور وطلعت يعني من أجمل البطولات صحيح على مستوى الأرعى على مستوى التنظيم بالزبط كان نقص لنا بس الكاس يعني ما تفكرني معلش معلش بس إحنا برضو الحمد لله إن إحنا نجحنا ده حقيق أو زي ما بيقولوا كسبنا مش مبالغة على فكرة كسبنا كأس التنظيم في الوقت القياسي ده وبعدين الإخوة الجزائريين يعني لما يكسبوا البطولة أخواتنا طبعا أي حد يكسب طبعا على أرض مصر طبعا كفاية برضو إن الناس فعلا حتى وسائل الإعلام على جميع المستوى بعد البطولة قال تنظيم والأرعى وكان عندنا إحنا فخر كمان بالتنظيم ده طبعا نتمنى أكيد إننا الكاس تبقى نتكتمل بقى بالفوز باللقب دي حاجة تانية نتمنى بقى ده إن شاء الله في كرة اليد بإذن الله بإذن الله